لسه بنكمل مع حضراتكم هذا الملف بموجب مشروع قانون تم اعتباده يوم الأربعاء بتعتزم اليابان توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مجاناً لكافة سكانها اللي عددهم بيبلغ تقريباً 126 مليون نسمة في وقت بيواجه الأرخبية الارتفاعاً بعدد الإصابات هذا ووافقة الغرفة العلية من مجلس النواب على مشروع قانون الذي يفرض على الحكومة تخطية تكاليف التلقيح بعدما كان حصل على موافقة مجلس النواب سبق إن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة فيزر و25 مليون من مودرنا وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح أسترازانيكا ده طبعاً في سعي تحالف فيزر بايونتك وشركة مودرنا للحصول على ترخيص استخدام طارق في الولايات المتحدة وأوروبا بعدما أظهرت تجربة فعالية عالية للقاح وطبعاً كمان وفقة المملكة المتحدة يوم الأربعاء على استخدام اللقاح على أراضيها ترجمة نانسي قنقر